حسناً countable and uncountable nouns لو أجينا شوية تضعنا على الإنوان لدينا countable and uncountable كونتبل شوية لكونتبل؟ كونتبل معناها معدود uncountable نتبهني للمقطع حوالي اللي عندي اللي هو أن لما ضفت لكلمة كونتبل أعطاني عكس المعنى يعني غير معدود ومعنوا nouns يعني أسماء معدودة وغير معدود طب لو بنجي البلشيك بي يمكنني مقدمة بسيطة وبنحكي countable nouns can be singular or plural يعني الـ countable nouns للإسماء المعبودة ممكن أنها تيجي singular اللي هي مفردة or plural أو general تمام؟ طب لو نتضع شوية المثال اللي عندي دي هون لما أحكي I read three stories last month لو اطلعنا على كل من stories هون read three stories last month but she read one story لو بطلعنا على كل من stories في حال كانت اللي هي جمع ولو في حال كل ما تكون عندي مفرد إذن اللي هي countable nouns ممكن أنها تيجي singular ممكن أن تيجي plural إذن تلخص اللي حكينا إنه قد يأتي المعبود جمع أو قد يأتي مفردة لو جينا أخوان زي الملخص سريع نيجي من نحكي إنه countable nouns هي أسماء معدودة مستطيعة بها وقد تكون مفردة أو قد تكون جمع أمثل اللي عندي فيها زي ما نحكي عند موجودة مثل نعرف اللي هي بانانة أقل cat car horse هاي الأسماء اللي عندي أنا أقول أسماء معدودة نيجي للجمع الأن countable nouns هي أسماء غير معدودة لا نستطيع عنها ولكن تعامل معاملة المفرد يعني الأسماء غير المعدودة تعامل معاملة المفرد نيجي للإكسسوس للنغار أو للأبث للنغار coffee water oil sugar rice زي ما الخصة ليا عندي 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 countable nouns بحكي ذلك عندي countable nouns هال السنجولار نارد المورال فورب يعني الأسماء المعدودة تعيجي عندي هال 2 فوربز ممكن تعيجي عندي مرة مفرد غور ومرة جمع نيجي نطلع لأبثل اللي عندي زي لما أحكي the book is old في حالة المفرد إجت عندي is حطينا s لنها مفرد هاي عندي فوربز من أول لها لما أحكي the books are old إجت عندي في حالة الجمع حطينا are يعني زي ما حكينا أنه and we have singular and the plural for تمام شو يعني can use a singular verb or plural verb زي ما حكينا هون عندي بالsimular verb حطينا الحاس وبل plural verb حطينا هار نيجي لل uncountable nouns uncountable nouns زي ما حكينا قبل وش رحنا اللي هي we cannot count ما نقدر منتها زي ما أحكي better ما أحكيها butters it's wrong تمام إذا have only one for no plural ما بديجي نجي من أبدا always use a singular verb دائما دائما تعامل معاملة المفرد يعني تأخذ فعل المفرد نيجي للمثال sugar is sweet sorry sugar is sweet تمام دائما دائما sugar uncountable noun دائما يأخذ فعل مفرد ما بصر أحكي لها a rice ما بصر أضفلها اللي هي articles can't use a an or number before them يعني ما بصر أحكي a price ما بصر أحكي a bread it's wrong تمام كمان ما بصر أضفلها number عندها زي ما أحكي two rice two bread sorry it's wrong it's wrong أوكي نيشي لتحت إنه هون قائمة لتحت uncountable nouns are offering يعني إن أغلب شو هي uncountable nouns abstract ideas he can't touch زي لما أحكي ذي feelings أحكي love freedom education luck help beauty music thunder المجموعة التالية made of smaller parts لهي الأجزاء صغيرة زي ما هي الشجر rice salt sand floor dirt dust traffic dress spaghetti هاي تي عندي smaller parts يعني ما بقدر أريدها نيشي للمجموعين باعتها some food بعد من أنواع الطعام cut into small parts اللي هي بقدر نجزها الأجزاء أصغر bread fish cheese chocolate meat bacon food ham هاي ما بندر من عندها uncountable nouns نيشي للمجموعين باعتها liquids liquids لي السواء الأجزز والغازات uncountable nouns like what like water milk wine oil coffee rain soup air smoke blood juice fog fog معناها double okay نيجي materials materials اللي هي المواد like wood glass paper gold silver ice iron cotton wool steel materials اللي هي المواد uncountable كما مرم هاي بعض الكلمات ممكن تيجي عندي uncountable uncountable in English ممكن في بعض الكلمات تيجي انك تعامل uncountable like furniture ثاف advice ذي النصيحة work عمل news الأخبار information المعلومات luggage ذي الأبتعة والمني كم مرم ممكن تيجي عندي uncountable like furniture أثاث advice نصيحة work عمل news أخبار information معنومات luggage ذي الأبتعة money ذي الفلوس مصاري ذا ممكن عندها طب singular countable nouns can be used well a and the one يعني countable singular المفرد الأسماء المعلومات المفردة can be used well نستخدم معها the and the one نجد examples لنا I have just seen a man a man is a singular countable noun so we can use before it a why is the computer so slow the computer is singular countable noun so we can use the with it I need only one hour hour is countable singular noun so we can use one with it plural countable nouns can be used with any some the many few نجد examples لنعدي زي لما أحكي I don't have any grammatical mistakes كلمة mistakes زي بنطاحز هاي النور الأحبر هي plural countable nouns اسم جمع معهود تمام؟ بقدر أستخدم معها ألي بقدر أستخدم معها كلمة some البعض من الاقزابل اللي بعدي ها many people use bicycles in streets كلمة people people plural countable now تمام؟ فشو تخطط معها؟ كلمة ملي أوكي؟ طيب نيش ها السالة مشروعة uncountable nouns هسا uncountable nouns زي ما حكينا نتذكر انه لازم take singular verb تعامل معاملة المفرد لذلك نستخدم معها singular verb أفعال مفردة and can take هو من الممكن انها تأخذ the some much رح نتكلم عن اي الاشياء لاحقا في شرح مفصل نجي الى examples like money music information water furniture sugar rice هدول تنتوضيحهم في الصورة او في امثلة السابقة نجي الى المثال الاول لما احكي the water in the river is the clear منلاحظ انه الاسم اللي هو الواتر اخذ the وكمام اخذ ربتي singular verb اللي هو الاس فصارت the water in the river is very clean number two coffee is my favorite drink منلاحظ الاسم اللي هو coffee هو uncountable now تمام take a singular verb اخذ فعل مفرد نجي الى المثال الثالث we have some money but it isn't enough for troubling نحن لدينا البعض من النقود كلمة money هي uncountable now اخذت استخدمنا معها some البعض من واخذت معنا إذي هي single verb فصارت isn't طبعاً بينها فيها the bread نو خبس the bread you made yesterday was tasty the bread منلاحظ انها uncountable now اخذت the article وكمان استخدمت معاها وكمان استخدمت معاها اللي هو فعل مفرد was in the past طبعاً منلاحظ انه غير معدود يأخذ يأخذ فعل مفرد دائماً طبعاً وضحة ثانية some nouns can be countable or uncountable but with a difference in meaning يعني من الممكن نفس الاسم انه يأتي countable في حال يأتي فيها معدود وفي حال أخرى يأتي غير معدود ولكن هون بيخلط عندي المعنى يعني حسب موقعها في الجولة تمام؟ زي لما أحكي this window is made of glass كلمة glass منلاحظ انها هي القسم طب شو نوعها؟ نيش نحدد معنى هم مع بعض لو نلاحظ نرشب نطرأها مره أخرى ولما أحكي this window is made of glass glass هو معنى هنا زجاج الزجاج هون عندي يأخذ uncountable noun هي uncountable اسم غير معدود لذلك اجت عندي هون معنى uncountable noun بمعنى زجاج نيجي للمثال الآخر لما أحكي can you break me a glass of water please لما أجل كلمة لما أجل كلمة a glass لنفس كلمة منلاحظ ولكن حسب أوقعها ما عندي في الجملة أجلت عندي countable countable يعني معدود بمعنى كأس الكبوس بقدر عندها ولكن الزجاج كزجاج كماتيريا لأنه ماتيريا زيني هكينا قبل هو يعتبر uncountable now لما ليشي للمثالين آخرين يعني تحت له اسم iron خلينا نقرع ونشوف they tried to change iron into gold نيجهز كلمة iron هون هيئة اسم منلاحظ ان هل اجت عندي uncountable ليش؟ لأنه اجت عندي بمعنى 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 وحكينا وضحنا قبل أن المادة والمتيريال هي uncountable بمعنى حديد فعشان هيئك اجت عندي uncountable نيجه للمثال البعديه على نفس الاسم ولكن موقع مختلف I burned my dress لقد حرقته الفستان with the iron من المكوة اجت خوان منلاحظ انه iron نفس الكلمة ولكن هو نيجه بمعنى 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 المكوة المكوة الاسم يمكن عنده ننتقل للي بعدها I once had a bad experience مثل الاسم experience هون or about اجت بمعنى تجربة ولما اجي احكي عن تجربة التجربة يمكن عندها لذلك تعتبرك او تعتبرنا طب لما احكي I haven't got any experience لما اجي احكي هون كلمة experience اجت عندي بمعنى علم او كفاءة لما تجي عندي بمعنى علم او كفاءة العلم او الكفاءة ويكبر ان كنتبت نارس لا يمكن عنده اشتركوا في القناة